نروح لموضوع تاني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أطلقت حملة عنوانها سواء هنعدي هذه الحملة لتوقيت المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية وكمان الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الأزمة ايه حكاية المبادرة بالزبط ايه أهدافها ازاي هتوصل وهتوصل رسائلها كمان للمواطن البسيط في أنحاء مصر كلها هذا اللي هنعرفه دلوقتي من ضفتنا في الستوديو النائبة إيمان عبدالقادر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين صباح الخير عليك يا أهلا بيك صباح الخير عليك منورانا في صباح الخير يا مصر صباح بيك اسم الحملة سواء هنعدي عايزين نعرف إيه اللي هتضيفه للمواطن عشان توعيه بما يجري من أزمة اقتصادية العالمية طيام هو الأول إحنا ليه خطرنا الاسم والشعار بتاع الاسم برضو ما كانش كده هباء إحنا ليه خطرنا الاسم سواء هنعدي لإن إحنا تعودنا كمصريين إن إحنا في الأزمات بنقف الظهر بعض فالمرحلة ديت محتاجة منها توعية فسواء هنعدي من المرحلة ديت ومن المحنة ديت وهنطلع دايما زي كل مرة أعظم من قبلها الشعار بتاع الحملة نفسه إحنا خطرناه عبارة عن مربع لإنه بيدول على الاستقرار مربع دايما بيدول على الاستقرار وتوازي الأضلع فيه لإن إحنا ماشيين في جميع المصارات في تساوي مع الدولة ولون الأصفر دايما لإنه بيدعو للثقة وللفخر والإعتزاز وبيدي أمل فده بداية كده الاسم والشعار مهم التوضيح ده برده عشان ناس تكون عارفة سبب اختيار الشعار أه لا يعني الحملة مش بس إن إحنا مجرد إطلاق حملات أو إطلاق لا ده كل حاجة فيها ليها دراسة وليه عملنا دوت وطبعا كان لازم نحط العلم بتاعنا تليل على رمز الوطنية والعزة والفخر بهوياتنا المصرية سواها نعدي فتحت هتفتح لنا أفاق جديدة أو هي مش جديدة عن المجتمع بس هي هتبقى مختلفة عن مجتمعنا شوية زي ما احنا بنقول دائما إحنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فإحنا بنستهدف الشباب في الدرجة الأولى الشباب قوي مفتح حاليا بس فيه حاجات إسقطات بالتم زي إيه اللي أنا بستهدفه في الحملة التوعية أنا مش بوعيك بس اقتصاديا أنا بوعيك اقتصاديا وعالميا وبغير أسلوب حياة كامل للمواطن المصري من أول بقى التغذية من أول تغيير فكرة سالة التغذية عامة ترشيد الاستهلاك الحياة القادمة إيه أنا فين من دول العالم وأنا كنت فين وبقيت فين ورايح على فين ده مهم بالنسبة للشباب أنت لما تيجي تقول أنا عندي أزمة طب الأزمة دي هل هي أزمة خاصة بمصر ولا أزمة عالمية طب أزمة عالمية هل إحنا في طور التجاوز ولا إحنا بنتراجع معاها لازم الشباب يعرف ده فيه جزء من الحاملة تاني جزء تشريعي ده على التوازي برضو الجزء التشريعي ده هنشتغل فيه مع الهيئات والوزارات مش هستنى أن يحصل المشكلة أنا بالتالي عندي مجسات في الأرض عندي نواب محافظين عندي نواب مجلس شوخ نواب مجلس شعب دول مجساتي في الأرض بعمل حوارات بعمل صالونات بطلع منها بأجنتة تشريعية بشتغل عليها وطبعا فيه في الحاملة عندنا بدأنا في حاجتين قانون هدر الطعام لنقيبة أميرة صابر وشغلين حاليا على صندوق تكافل القرامة بس صندوق استثماري استثماري هنفهمه مع بعض عشان فيه نقاط كتير وفي نفس الوقت أنا شغالة على شقة تانية اللي هو شقة الاجتماعي بقى الحماية اللي على الأرض موقفتي بقى مع المحافظات وفي الحكومة وإزاي أنا هبدأ أعمل معا مسندة من على الأرض خلينا نعرف من حضرتك بردو قليتكم اللي أنتوا تقدروا توصلوا للشباب وتقدروا توعوهم عن الأزمة الاقتصادية اللي بتحصل دلوقتي في العالم تماما أنا عندي قنوات توعية في قنوات طبعا التنسيقية لها قناة وفي مقالات في فيديوهات هيتم عرضوها بشكل ما للتوعية فيديوهات هتوباء بسيطة جدا هي حتى فكرتها مبتقرة مش أحرقها لكم شنتابعوا معنا التنسيقية فكرتها مبتقرة بحيث حتى أنا عندي تنوع أنا مش بس هدي أرقام وإحصائيات أنا عندي تنوع حتى في التوعية أنا عندي أرقام وإحصائيات للناس القصاديين اللي هتبعني عندي معلومة مبسطة توصل للمواطن العادي عندي دا وعندي دا بمشي مع الاتنين مع التوازي عندي مقالات عندي زي ما قلنا تويتات صغيرة هتتعامل في طبعا نحن نستقبل بقى القراء على الجروبات بتاع التنسيقية عشان أعمل تفاعل أنا مش هفضل بس أعطي معلومة العكس أنا يعني فتحها للشانل عشان أستقبل تساؤلات وأدي فيه تباك بقى أنا فين رحت فين وجيت وفلت فيه في العالم حتى فيه سؤال لو عايزين فيه نقطة معاية ما تفهمتش نسبة لحد أبدأ أشرح حالو في تويتا في حاجة في مقال في دقيقة بس ما فيش يعني فيش يعني ما فيش يعني هايز أسألك إنه ما فيش خطة إنه يكون فيه تفاعل مباشر مثلا لأ لأ فيه 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 سوالونات هتتعامل هينزلوا فيها على الأرض في المحافظات عظيم بتيجي أسئلة كتير واستفسارات كتير إيه أكتر الأسئلة الناس بتسأل عنها في الأزمة الاقتصادية العالمية هو كمواطن سالة الغذاء راح فين إحنا فين في الغذاء والسلع والأسعار هتزيد هتقل طب الدنيا راح فين هي أكتر حاجة دائما بيسأل عليها المواطن اللي هو قطة يومي صحيح الأسعار حاجة مرتبطة بشكل مباشر هتلمس كل بيت ده الأساس طبعا بقى لما بنطلع الفئة الأعلى شوية بيت ده يسألوا على سؤال العقارات الاستثمارات كل فئة وليها أسئلتها وكل فئة وإحنا محضرين في الحملة بجزء خاص معها يعني أنا حتى كمان بمشي على التوازي في جميع الوزارات أنا مش بس مختصة مثلا بوزارة شغالات في التجارة صناعة استثمار حماية مستهلك مستثمرين صغار مستثمرين مع جماعات الاستثمارية حتى لو تبعتم بارح كان عندنا أكبر خبير اقتصادي أستاذ صلالة أبو غزالة مصادفينه عندنا في صالون برضو تبع الحاملة في التوعيات الأنجاية طيب حديك أشارتي لفكرة وجود صندوق زي تكافل وكرامة ولكن بشكل استثماري هو استثماري عشان الاستدامة تمام الصندوق دوت هو بيرفع معايا تكافل وكرامة نحن في تكافل وكرامة حاليا نحن وصلنا أربعة مليون مواطن استهداف السنة الجديدة ربعمية وخمسين ألف كمان فهيوج فالسندوق الثي تكافل وكرامة يسمح لنا أن نزود قاعدة المستفيدين يسمح لنا حتى أن نخلق قاعدة جديدة للأشخاص مثلا مثلا عمليات بأجر بسيط أو بدون أجر نبدأ نشارك مع الأسر ونوسع القاعدة اللي داخلة فيها طيب إحنا تكلمنا عن الاستثمار بشكل عام لكن عايزين نتكلم عن دعم صغار المستثمرين هل عندنا تشريعات نحن قاعدنا مع الجهاز تنمية مشروعات صغيرة ومتنمية صغر وجهاز حماية المستهلك دول برضو من ضمن الحاجات اللي تم اللقاءات الفترة اللي فاتت على جانب الحملة في تشريعات جديدة هيتم منقش إيتها أو أغز الأراء عليها عشان ترحوها في فترة الجاية في مجلس النواب في تسهيلات طبعا رئيس الوزراء مندي تسهيلات للفترة الجاية القيادة السياسية كلها حاليا بالدعم المستثمر الصغير ومتناهي الصغر لأنه برضو لو تابعنا تغيرات المناخ احنا عندنا خروج من الأزمة هيبعا عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر ليس للتسهيلات الكبيرة ده حاجة حل من الحلول للخروج من أزمة تغيرات المناخ لفترة الجاية طيب كمان احنا يعني وصلنا ان انتو بتفكر برضو خلال الحملة ان انتو يكون في انشاء صندوق لتوساعة كمان طاقة الحماية الاجتماعية هو صندوق هو صندوق انشاء الاستثماري طيب الخطة الجاية بقى يعني لو هنتكلم عن الحملة سواء هنعدي أو هنتكلم على الوصول للشباب والتفاعل مع الشباب لانه للاسف الشباب يكون مستهدف بشكل كبير جدا خاصة في وجود تواصل الاجتماعي احنا شايفين للاسف يكون فيه حملات كتير جدا ان هي تقدر يعني تخلي الشباب مش واصق في اللي بيحصل دايما فيه تشويش وتشويه اللي ما يحدث في مصر عايز اعرف منك ايه ابعد كمان من فكرة يعني انت شرح الازمة الاقتصادية بس للشباب ايه تاني هو دا كان الهدف الاول ان ليه توعية الشباب عشان ما نرجعش الفترة الفترات زمن اللي كان بيتم استقطاب فكر الشباب ليها وتوجيهها ضد الدولة فانا مش بس بحطه كمان في الوضع الازمة ولا بحطه بس كمان قدام عينه الوضع العالمي انا بقوله انا فين وبعمل دليل يعني اتفرجنا على لقاء الرئيس الفات اه هو قال لك ايه ببساطة قال لك انا ممكن افتتح وانا قاعد بس احنا ليه بنعمل المؤتمرات دي عشان نعرف احنا صرفنا قد ايه وطورنا ايه ووصلنا فين لازم الشاب عشان يقتنع تديله حقائق وحقائق ملموسة وشوف العقد بالزبط ويشوف العقد بتاعه فده جزء من نحونا بتاعتنا مش بس زي ما قلتك انا ليه بس تقبل فتحها قناوات تواصل عشان استقبل الأسئلة عشان هو لو مش فهم جزء معين انا ده دوري اوضحوله اوضحله انا ليه بعمل ده تبردون الأفعال والتفاعل زي المتوقع ولا أقل ولا أكتر بصي لا سوشال ميديا دلوقتي خلي التفاعل بتاع الشباب أقوى الشباب دلوقتي كله شغال على السوشال ميديا جايز حاجة من الحاجات يعني الميديانة باور ان احنا فتحنا التشانل الخاصة بينا لاستقبل الأسئلة دي عشان يبقى فيه جسر واقعي من على الأرض انا ما بعتمدش بس على جميع الأرائي الخارجية بالعكس انت عندك مؤسسات اهي وطنية أحزاب عندك فيها احنا عندنا تنوع من الكوادر جوه هتقدر تخش عندنا سيطة نواب محافظين هسأل عليك لو شك تنفيذي هيرد عليك شك تشريعي انت انا كنائب هتديني فكرة فيدباك ان انا عندك مشكلة في حاجة ابدأ اتكلم مع الوزارة المعنية فهل هنا انا محتاجة تعديل تشريعي محتاجة تعديل في الليحة فبيدي باور للمواطن وبيدي له ثقة فيه حد بيسمع حد بيستجيب صحيح خلينا متفقيني السوشال ميديا هي الأسرع والأقرب دلوقتي يعني عشان نوصل للناس الناس على طول قعدة للسوشال ميديا فدي أسهل الطرق وأسرع طول بيجيلكم الشباب بقى من اللي هو يقولك إيه ده احنا سمعنا ان الدولار هيوصل لخمسين جنيه ده احنا الدهب هيوصل لعشرين تلاتين ألف جنيه بيجيلكم ناس كده اه اه وفيه ناس بقى اللي بدأت بقت تلاتين بقى اللي احنا بنشوفها دي احنا يا جماعة هنبدأ نوقف المهر وهنلغي مش عارفة ايه في الشبكة وهنعمل ايه ما كل ده بسبب الشائعات الموجودة بسبب الشائعات الموجودة على السوشال ميديا اه لا هو انا مش بس ببدي رسائل طمقانة للمواطن بس انا بدي له واقع يعني احنا دلوقتي مثلا احنا فيه توقيت من التوقيتات كنا بنقول يا ليه احنا وصلنا للمرحلة ان فيه اماكن مفيهاش غزاء لأ الحمد لله فيه دول حوالينا فيها مناطم مفيهاش غزاء فيه مصانع علامية للزيوت قفلت لأ احنا عندنا هنا زيوت حتى لو السعر غلي سنة بس عندك السلعة موجودة ومتوفرة للمواطن فده بيدي له نوع من الاطمئنان ان لأ اللي جاي مش اسوأ حاجة اغلب الاسئلة اللي بتوصل لكم بتكون عن ايه يعني من الشابات بتكون عن ايه او بيكونوا خدتوا بالكو انه معظم الاسئلة بيكونوا مهتمين اكتر بايه المشروعات انا كشاب مثلا عايزة عمل مشروع سواء بقى معي مثلا مال او مش معايا فبنبدأ نوجه بقى عن طريق البروتوكولات اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت والزيارات فيه مثلا احنا عندنا اجهزة كتير في الدولة دلوقتي بالدعم جهاز مشروعات صغيرة متناهية صغر عندنا فيه بعض البرامج في تضامن بتمون المرأة المعيلة وبتمون فيه برامج في التنمية في التنمية المحلية فطبعا للاسف فيه فيه حاجات في الدولة كتير مش محتاجة سواء ان الشاب بيروح يعني انا فيه مشروعات في التنمية المحلية انا بروح معرفش مشروع فبيروح جاي هو ايلي الفكرة ومو الهالي وتفضل انزل اشتغال وهدعمك شكرا جزيلا لكل هذه الاضحات يعني شيدة النائبة ايمان عبدالقادر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نورتينا في صباح خير مصر مصر